فيروس كورونا بين الأخبار المتدولة والمعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعية وباء اتخذ منه البعض فضاء للسخرية والتهكم إلى أن الإشعة بلغت مدها بين الجزائرين خاصة أرواد مواقع التواصل الاجتماعية الذين أصبحوا يتناقلون أخبار لا أساس لها من الصحة والتي تساهم بشكل كبير في خلق التوتر والقلق سرعان ما تبين أنها مجرد أكذب ومعلومات لا أساس لها من الصحة وعلى سبيل المثال ظهور رعي سيني بأحدى المستشفيات بالعاصمة والذي كان مصابا بمجرد حمى إلى أنه خلق فزعا كبيرا وسط المواطنين الذين ظنوا أنه حاملا لفيروس كورونا انتشاروا فيديوهات وأسوار لمأكلة صنية عديدة هي أيضا أضحط الأكثر تدولا عبر مواقع التواصل الاجتماعية بعد المعلومات التي مفادها أن فيروس كورونا انتشار عبر حسائل خفافيش يحدث كل هذا في وقت يحصد فيروس كورونا أروح البشر ليصل عدد الوفيات إلى 361 حالة وفاة إلى حد الآن